السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبنا حبيبنا إزايكو عمينين يا ربي دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام رجالتنا رجال التالتة سنة ودفعة عشرين تلاتة وعشرين أهلا بيكو يا دكاترة وعام سعيد عليكو يا رب بداية كده سيدي إحنا وصلنا لنفس السنة وعندنا لسه ما زال في طلبة لسه بنتتساقط وطلبة لسه عندنا للأسف ملمتش حاجات كتير ومتراكم عليها حاجات قدي كده ولسه بقى بيعاني الأمرين وحاسنا فقط الشغف طيب إيه الحل بص يا عمين إحنا نقدر في الإسبوعين اللي جايين دول بإذن الله وإحنا هنساعدك في ده نحاول قدر مستطاع نلم اللي فاتنا بتاعة الترمي الأول على النظافة علشان حضرك تقدر تاخد آخر شهر واحد أو أول شهر اثنين عشر ايام مثلا تاخد أجازة ولما تيجي تبدأ الترمي التاني تبدأه على النظافة على الأقل طميرك يبقى مستريح طيب إحنا ممكن نلم اللي فاتنا ده حرفيا بجد 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 الجزء خاصة منه اللي محتاج مذاكرة مش الجزء المتحرر لأن الجزء المتحرر محتاج منه تدريب أكتر الجزء الأكبر عندي أقدر ألمه حرفيا في الإسبوعين اللي جايين آه طيب إزاي بص يا سيدي إحنا عملنا كده مبادرة لذيذة خلال 15 يوم بإذنك يا رب حضرتك تقدر تلم المنهج في خلال 15 يوم طيب واحدة واحدة كده ورسينا أستاذنا إلا يحصل بداية من يوم الثلاث القادم الموافق عشرة واحد يوم الثلاث هيبتدي ينزل لحضرتك على الصفحة بتاعتنا اللي هي أستاذ محمد صلاح والجروب الخاص بينا اللي هو طلاب أستاذ محمد صلاح والمنتدى بتاع قناة بسطها لك على اليوتيوب هينزل لحضرتك جدول هتمشي عليه لمدة التلاتية مطلوب منك في النحو كيت ومطلوب منك في البلاغة كيت ومطلوب منك في الأدب كيت ومطلوب منك تحل كيت وكيت اتفقنا؟ اتفقنا وكمان الجزء الخاص بالحل هنزله لحضرتك بيد ايف تمام؟ جميل في التلاتيام دول مطلوب من حضرتك تخلص المهام بتاعتك وهي مش مهام كبيرة هي مهام فعلا متوزعة تلاتيام وكمان تقدر تدخل معاها وذاكرة مادة تانية بعد ما تخلص التلاتيام هنزل لحضرتك امتحان الامتحان ده حضرتك هتحله كل ده هينزل لحضرتك برا المنصة الكلام ده خاص بكل الطلبة اللي امتبعانا على اليوتيوب او على الفيسبوك هينزل لحضرتك الامتحان بعد تلاتيام او في اخر اليوم التالت على صفحتنا على الفيسبوك وفي اليوم الرابع هينزل المهمة التانية اللي هو تشمل التلاتيام اللي بعدهم نفس السيناريو هنعيده تاني وبعد تلاتيام المهمة التالتة وبعد رابعة ايام المهمة رابعة بعد رابع مرة المهمة الرابعة وبعد خمس مرة المهمة الخمسة لحد لما تنتهي الممات يكون خلصنا ما أنا هجي الترميل أولا بس كده بس كده طيب بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أنا عارف أن يبدو الكلام جميل ومنصك وحلم إحنا بنحاول نسقط بعض إن إحنا ننظم لك دماغك ونحاول إن إحنا نفرش لك الموضوع كده ونحاول نقول لك خلي بالك أنت مطلوب منك تعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة لإحنا نخلينا وإنت متفقين يا صديقي إن الموضوع محتاج من حضرتك جهد محتاج من حضرتك مجهود محتاج من حضرتك تستحمل قرف المذاكرة وتستحمل رخامة المذاكرة وتستحمل صداع الدماغ اللي المذاكرة ممكن تعمله ده الجزء اللي إحنا محتاجينه منك والجزء اللي إحنا حضرتك محتاجه مننا إن إحنا ننظم لك ده فدينا هوب إنساعدك اللي إنت تتنظمه قبل ما نوصل لآخر واحد بحيث إن حضرتك تاخد أجازتك وإنت مستريح خلاص استنونا بإذنك يا رب من يوم الثلاث القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب لك والسلام عليكم